قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء مع فوكس نيوز لم أعد مصابا بفيروس كورونا فحسب بل يبدو أن لدي مناعة ضد الفيروس وعضف الرئيس الأمريكي أن تزوير الانتخابات المقبلة يشكل تهديدا أكبر بكثير من الصين أو روسيا وعضف في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن منافسه جو بايدن لن يستمر في منصب الرئيس لأكثر من شهرين حال فوزه وصفا المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب رئيس كاميلا هاريس بالشيوعية وكان طبيب البيت الأبيض شون كونلي قد أعلن أمس سبت أن الرئيس لم يعد يعتبر مصدرا لخطر انتقال عدوى كوفيد-19 وذلك بعد تسعة أيام من ظهور النتيجة الموجبة لفحص كورونا وأضف الطبيب أن الرئيس لا يعاني الحمى وأن الأعراض التي كان يعانيها تحسنت مؤكدا أنه سيواصل مراقبة حالته الصحية بينما يستأنف ترامب أنشطته وأطل ترامب بدون كمامة على مئات من أنصاره السبت في أول مناسبة عامة يحضرها منذ أصيب بكورونا وقال إنه في حالة رائعة مضيفا أريد أن تعرف أن بلدنا سيهزم هذا الفيروس الصيني الفضيع على حد وصفه أما على الجانب الآخر فقال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أمسا السبت قال إن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يخسر بها الانتخابات أمام الرئيس ترامب هي الغش لكنه استدرك بأنه سيقبل بالنتيجة مهما كانت ودع بايدن مجددا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مراعاة الشروط الصحية المطلوبة قبل حضوره لتجمعات انتخابية وقال إن التصرف المسؤول الذي ينبغي على الرئيس القيام به هو أن يدعو الأمريكيين إلى الالتزام بالتباعد وارتداء الكيمامات أعتقد أن هناك أمرين مهمين للرئيس الأول أن يكون خاليا من المرض وأن لا يلقل العدوى ثانيا أن يوضح لجميع الناس أن عليهم التزام بالتباعد البدني وارتداء الكيمامات هذا هو التصرف المسؤول الذي يجب القيام به لا أعرف ما يحدث الآن لكني آمل أن يقوم بذلك ومازلنا معكم مشاهدين الكرام في هذه الفقرة لتصليط الضوء على آخر مستجدات الانتخابات الأمريكية ينضم إلينا الآن عبر السكاب من واشنطن الكاتب الصحفي محمد المنشاوي أستاذ محمد حييك هذا الجدل الدائر حول أداء الرئيس أو تعامل الرئيس ترامب مع إصابته بكورونا يعني إلى أين يصب؟ هل يصب لصالح ترامب وأنه الرجل قهر كورونا أم على العكس كما يقول بيض أن طريقة التعامل هي طريقة سلبية وترسل في النهاية رسالة سلبية إلى الناس؟ طبعا سنعرف النتيجة المؤكدة في انتخابات الثالث من نوفمبر القادم لكن هناك انقسام كبير الجمهوريون يرون الرئيس ترامب كرجل مصاب بالفيروس مثل أو مثل أي شخص آخر وأنه يواجه الفيروس بشجاعة وقوة ولا يخشى منه ولم يغير نمط حياته أو موقفه الذي أعلن عنه منذ البداية في حين يرى الديمقراطيون أن تهور الرئيس وكونه طائشا هو السبب الرئيسي في إصابته بالفيروس وهذا يدل على سلوك جير مسؤول من رئيس الدولة الأهم في عالم اليوم وأن الرئيس لم يرتزم بالاحترازات الطبية المعلنة من الجهات الأمريكية المسؤولة مثل ضرورة ارتداء كمامة الوجه والتزام بكواعد التباعد الاجتماعي البلغة بستة أقدام فهناك أنكسام كبير بين الأمريكيين رئيس ترامب يريد أن يستغل هذه الإصابة كي ينال عطف الكسرين ويصوتون له وفي سبيل ذلك يريد أن يظهر لهم كرئيس قوي لم يفضع الفيروس ولم يسنيه الفيروس عن الكيام بأنشطته كما رأيناه في عدة مناسبات منذ الإصابة خرج لتحية أنصاري خارج مستشفى وورتر ريدز والأمس استضافة مئات الأشخاص في حدقة البيت الأبيض ولم يرتدي على الكمامة كذلك فهناك رسائل ترامب يريد أن يوجهها لأنصاري أنه قوي وأنه رئيس وأنه سيتغلب على هذا الفيروس أنا أريد أن أذهب لنقطة لافتة للانتباه بشكل كبير يعني جو بايدن يتحدث على أنه لن يقصر إلا بالغش وترامب يتحدث على أن الانتخابات المقبلة تزوير الانتخابات يشكل تهديد أكبر بكثير من الصين أو روسيا أليس غريبا أن يتم الحديث عن الغش والتزوير في واحدة من أقدم الديمقراطيات في العالم يعني أو من أهم الديمقراطيات في العالم الآن بهذا الشكل العلني بالطبع لكن نحن أمام انتخابات غير تقليدية بأي معايير انتخابات ستكون الأهم في التاريخ الأمريكي والتاريخ العالمي انتخابات في ظل جائحة هناك نسب كبيرة جدا من الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة الفيروس لم يختفي ويصوت الملايين من الأمريكيين بالبريد وأعتقد هذا هو الألوب القضية الجانب الديمقراطي والجمهوري أيضا يريدون أن يستبقوا أي نتائج أو مفاجهات في الانتخابات بالقول أنها قد تكون مزورة قد تكون غير دقيقة وأن نذهب إلى المحاكم لكن هذه استراتيجية واضحة من الطرفين لكن العقلاء هنا يدركون أن الانتخابات تستمر كما مرد غيرها في السابق وسيكون هناك جدل حولها لكن ستحسن قبل الوصول للمحاكم الأمريكية الولايات الأمريكية مستعدة للانتخابات وكان هناك انتخابات تمهيدية للحزبين على مدار الأشهر والأسابيع الأخيرة والكل تدرب إلى حد كبير إدارة البريد الأمريكية لديها الإمكانات الكثيرة للإشراف على الانتخابات عن طريق الاقتراع البريدي الموضوع سيتأخر قليلاً الإعلان عن النتيجة النهائية انتظاراً لعد الأصوات عد الملايين من الأصوات وأعتقد أن هذا هو المعضلة لكن النتيجة المعلنة في النهاية لن يعترض عليها أحد ابقى معي سيد المنشاوي ينضم إلينا لأنا عبر السكاب من ولاية ميرلندا الأمريكية إدوارد جوزف المدير التنفيذي لمعاد الشؤون الدولية مركز الدراسات عبر الأطلسي الأستاذ المحاضر فيه جامعة جونز هوبكنز أحييك سيد إدوارد ابتداء كنت أتحدث مع ضيفي في واشنطن الكاتب الصحفي محمد المنشاوي عن أداء ترامب مع إصابته بكورونا هل بالفعل استطاع أن يستغل الإصابة لصالحه انتخابياً أم على العكس بدأ كما يقول البعض أنه بدأ غير معني هناك حالة من الاستغتار حتى كما يذكر من قبل حملة بايدن أنت كيف ترى الأمر بشكل عام أظن بأن هذا سؤال متير الاهتمام وأنا سوف أحاول أن أجيب عليه بموضوعي وليس كداعم لجو بايدن وأنا داعم له سوف أحاول أن أضيف على سؤالك الوجيه بموضوعي إذن هل استفاد ترامب أم لم يستفد من إصابته وبالنسبة لي من الواضح بأنه لم يستفد حقيقة وهذا أمر مفاجئ لأننا لو وضعنا هذا في سياق تاريخي عندما يمرض الرئيس فالوضع الطبيعي أن يكون هناك تعاطف مع الشخص المريض وخاصة في حالة دونالد ترامب وهو شخص لم يسبب طبيعته متعاطفاً فعادة ما يجب أن يجلب المرض تعاطفاً لكن هذا ليس الحال وهذا يعود لعدة أسباب السبب الأول هو بسبب الظروف التي تحيط مرضه كيف أصيب دونالد ترامب أصلاً ومن الواضح بأنه قد أصيب بسبب سياساته الخاصة وبسبب إصراره على عدم ارتداء القناع ولا التباعد الاجتماعي وأيضاً موقفه العام تجاه الكورونا وقال بأنها ليست أمراً يستحق القلق بشأنه وأيضاً موقفه بأننا لا يجب أن نرتدي القناع ومن ثم أيضاً دعوة الناس إلى هذه التظاهرة في البيت الأبيض التي عيّر الشح فيها قضية المحكمة العليا حيث الناس لم يتباعدوا أبداً وكانوا يتعنقون ولا يرتدون الأقنعة وقد رأينا ليس فقط دونالد ترامب قد أصيب أيضاً حتى السيدة الأولى أيضاً تعرضت للإصابة وسيناتورين في الولايات المتحدة الأمريكية أصيبوا والعديد من طاقم البيت الأبيض أصيب بما في ذلك الناطق الرسمية وأيضاً مستشارين في حملة الانتخابية ونحن نعرف بأن هذه هي الطريقة التي كان يدار بها البيت الأبيض لقد كان لا يشجع على ارتداء الأقنعة وفقط كل منهم ارتداء القناع بالتالي أن السبب أنه لم يستفد من مرضه بقدر كبير هو بسبب سلوكياته الخاصة ومقاربته الخاصة على إدارة الجائحة بشكل عام طيب وبكل تأكيد عادة ودعم بأن هذه العققير هي ناجحة ولكن الناس مترددة كثيراً وفقط مناصره الأصليين أو هم الذين يأيدون لكن الباقيين يقولون هذه أثار فوضى سيد إدوارد منذ خليكم تأسأل أيضاً ضيفي سيد المنشاوي عن فكرة عندما يستمع أمريكي لدونالد ترامب هو يقول أن من الممكن تكون هناك شبهة التزوير للانتخابات القادمة أو حتى عندما يتحدث جو بايدن عن أنه لن يخسر إلا بطريقة واحدة أن تكون هناك غش في العملية الانتخابية ما الرسالة التي تصل إليك بعد سماع مثل هذه التصريحات كأمريكي بشكل عام سأقول لك وأنا مسرور أنك طرحت هذا السؤال إنها حقيقة أمر خطير ما يزعمه ترامب وهو لا يتمتع بأي مسؤولية أن يضع أسساً للخوف والتشكيك لنتائج الانتخابات المقبلة ونحن قد رأينا في هذا البلد أصلاً أبتل على العنف العنف وبالنسبة أن يقوم رئيس أمريكي بما قام به الرئيس ترامب في المناظرة التي جمعته مع جو بايدن قام في مناظرة مفتوحة بإلقاء الشكوك حول الطريقة التي ستنظم فيها الانتخابات حتى يخلق ظروفاً له من أجل أن يزعم بأنه نعم أصلاقية الانتخابات ويخلق فوضى أيضاً حتى يذهب إلى المحكمة العليا ويتخذ فيها قاضيين قراراً حاسماً بالتالي المسؤولة غير مسبوقة في منظومتنا ولهذا نسمع أيضاً رسائل من جو بايدن إلى مناصره بما في ذلك أيضاً في نيفادا في هذا الأسبوع حيث قال أصغو بأننا لسنا بحاجة فقط إلى أن ننتصر نحن بحاجة إلى أن ننتصر ونكتسح هذا ما قاله جو بايدن لمناصره نعم لتأكيد هو بحق تماماً لأن الطريقة هو يجب أن يكون الفوز واضح جداً ومقنع من أجل منع أي فوضى وأي تفكير تآمر حول الانتخابات وبالتالي سوف نرى كيف سوف تتكشف الأمور في الثالث من نوفمبر ويجب علينا أن نتذكر ويجب على جمهوركم أن يفهموا ومتابعكم أن يفهموا بأنه يوم الانتخابات هو في الثالث من نوفمبر ولكن هناك الكثير من من صوتوا عبر البريد وهذه لن يتم عدها حتى بعد الثالث من نوفمبر ولهذا السبب يجب أن يكون هناك شخص مسؤول رئيس مسؤول لا يحاول أن يخلق الشكوك والفوضى سؤال الأخير سيد المنشاوي استطلعت الرأي ما زالت تضع بايدن في المقدمة على حساب الرئيس ترامب هل سنعود إلى قصة 2016 الاستطلاعات لصالح حلاري والفوز لصالح ترامب أم أن الأمر في هذه الحالة تغير تغير أعتقد أن الأمر تغير بشدة في هذه الجولة الانتخابية الفئة التي دعمت رئيس ترامب بقوة في انتخابات 2016 خفت تأييدها لرئيس ترامب بسبب سياساته خاصة منذ بدء الجائحة جائحة كورونا والرئيس ترامب لم يعد القادم من خارج نطاق السياسة هو جاء كمرشح التغيير في الانتخابات الماضية وإستطاع الفوز اليوم هو مرشح البيت الأبيض وهي مرشح التغيير الكل يعرفه الآن ولديه سجل يمتد لأربع سنوات وأعتقد أن تصويت النساء سيخف بشدة له وتصويت كبار السن هو لم يكن موفقا عندما استغل كبار السن جو بايدن وسخر منه وبعد هذا عنه الكثير من كبار السن الذين كانوا يصوتون تقريدين للجمهورين لكن أعتقد أنه مبكر الحكم وربما تكون هناك مفاجئات كما شاهدنا عام 2016 محمد المنشاوي كاتب الصحفي كنت مع عبر السكاب من واشنطن شكرا جزيلا كما أشكر ضيفي من ميرلاندا إدوارد جوزيف المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الدولية أشكرك إدوارد